رئيس التنفيذي المشترك لمجموعة شلهوب باتريك شلهوب صباح الخير باتريك أهلا وسهلا فيك معي على البرنامج أهلا وسهلا فيك رح أبدأ من حيث انتهيت بالخبر هالأزمات اللي عم تمر فيها الصين في وجهة تغييرات جوهرية فعليا التي تشهدها اقتصادات العالم والصين تحديدا قطاع الرفاهية يبدو ضعيف للغاية بسبب اعتماد القطاع بشكل كبير على المستهلك الصيني هل أنت قلق بشأن تأثير هذه الإصلاحات والسياسات التي نسمع عنها في الصين على القدرة الشرائية للعملاء الصيديين وهل تشهدون أي تراجع فيها مؤخرا احنا منحب نعطي أشياء إيجابية عادة وأكيد أنه أي شيء بيعطي تأثير ولكن تركيزنا الأساسي والأولي على المستهلك الموجود بالمنطقة وعلى المستهلك السعودية الإماراتي أو الزوار الذين يأتيون على المنطقة وفي نقول أنه آخر فترة تحسن كثير الأسواق المحلية لأن المستهلكين موجودين بالأسواق نفسها علينا نحن نعمل كل الجهد اللي لازم حتى نقدر نرزبهم ونهتم فيهم وإذا أجلوا الصينيين أو غير جنسيات أهلا وسهلا فيهم بستعبالهم بكل حلو يعني أنتم ليست معتمدين على المبيعات إلى المستهلك من خارج البطاقة أو الضيف أكيد مش معتمدين علي بس أكيد من عملهم بشكل كثير كويس بس اهتمامنا الخاص لازم يكون لازمون الموجود والمستهلك اللي بيجي وبيتردد ونبني علاقة قوية معهم ونفهمهم والسواحة اللي يجون أو زوارها اللي يجون نرحب فيهم ونجرب أن نخدمهم مثلنا إتكالنا مش عليهم إتكالنا على الأسواق نوعها بالسهل خلينا أسألك طيب إلى أي مدى كان في أثر من جائحة كورونا على أعمال مجموعة شلهوب تحديدا إلى أي مدى قلص كوفيد بصمتكم على الأرض للمجموعة بريكن مورتر أول ثلاثة شهر من الأزمة يفتكر أنه كلنا تأثرنا كثير لأن المحلات التجارية سكرت لأن الناس كانت خافة لأنهم مش حابة تصرف ولا أي شيء بهالوقت جربنا نقوي كثير كل المبيع بالجهاز الإلكتروني الإي كوميرس والديجيتال نجبرنا أنه نقوي كثير وكمان كثير احتمنا بهالفترة أن نظلنا باتصال مع الزباين تبعنا لو ما كنا نمارس المبيعات لو ما كان فينا نفرشيهم بداعة أو بس مهم أن العلاقة الشخصية نعطيهم هالقوة هالاهتمام بالأوقات الصعبة الموجودة فيها لكن بعد ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر مما رأيت البنديميك حسنا بتحسن شوي بسوق حسنا شوي أنه مبلشنا نرجع نفتح المحلات التجارية وأكيد الاهتمام من الأول كان على صحة الزباين وصحة الموظفين ولكن نفس الوقت اهتمام أنه نقدر نجيب لهم السلع هالي فيهم يهتموا فيهم ونقدر نفهم كيف يتطور السوق ومتطور معه بل فترة 2020 كانت فترة صعبة كثير صعبة أولا تحسنت شوي خلال خلال السنة بس إذا بيخذ إجمالا على سنة 2020 يمكن سنعننا انخفاض بالمبعاد عشرين خلال عشرين بالمئة بالنسبة لعالفين وتساط عشرين لكن بعد عالفين وتساط عشرين تفضل لا تفضل أريد أن أسألك أنت على دورك أنت ضيفي تفضل شكرا بعد عالفين وعشرين يعني سنة 2021 تركيزنا الأول والأساسي على المستهلك الموجود بالبلاد ما سافر ولازم نعطيه أشياء إضافية ما كنا يمكن نقدر نؤمنوا إياها مثل قبل بل يمكن جدنا فترة بالعكس قدرنا نربح زبيننا بالشكل متكامل أكتر وزبين جدا يمكن ما كانوا يتسوقون بالأسواك محليا خاصا بسوق السعودي كثير بالسلع تبعنا باللاكشوري بروداكس الزبين كانوا يشتروا من خارج حوال ما يشتروا من داخل نعم والسبب من الأسباب ممكن ما كنا نعطي هالخدمة اللازمة أو هالتجارب الفريدة هاللي جربنا نعملها فيها فلنوعا ما مع البنديميك جبرتنا أن نحسن نحسن طريقة والتصال مع الزبين أكتر بكتير مما كنا قدر الحمد لله في سنة ٢٠٢٠ ٢٢١ عم نحسن في هالمردود وهالجهد هاللي عملنا هل عادت المبيعات للمستويات اللي كانت عليها ما قبل الجائحة هل تحسنت عنها لا بأسواك السوق السعودي هاللي أسواك محلية ما مش منتكل على السواحي أو زوار المبيعات الحمد لله أحسن في ٢٠١١ وسبب من الأسباب هو وجود الناس وعدم سفرا على الخارج والسبب الثاني هو تحسن كل الطرق البيع والتجارب اللي موجودة بالسوق السعودي نفسه وهي بس بداية الطريق يعني حد ٢٠١١ حسب تأديراتنا وتأديرات الدراسات اللي عنا إياها فقط تلت المشتريات بالموضة كانت تنعمل من السعوديين بالسعودية وثلتين خارج السعوديين اهتمامنا الكثير أنه نغير على هالتوجيه وهي كان اهتمامنا من قبل البنديميك حتى بأسواق مثل الإمارات التأثير كان الآن في اتكال على الزوار والسواح ومنهم الزوار السعوديين او الزوار السعوديين او الزوار السعوديين او الزوار السعوديين وما شفنا كثير مرجعنا على مستوى المبيعات بعد ٢٠١١ ولكن الحمد الله كانت أقوى مما كنا مفتكرين لأن صار يمكن شوي شوي انفتاح البلاد وبالمحافظة على الأسليم بالصحة تقريباً رجعنا على مستوى ٢٠١١ بس معزبياً يمكن نوعاً مختلف عن هالك اللي نشوفهم ٢٠١١ كثير من اللي عم نسمعه بالأسواق العالمية بالعواصم العالمية كثير من محلات التجزئة سكرت طبعاً بسبب الجائحة أيضاً بسبب التحول إلى التسوق أونلاين أو التسوق الرقمي لأن قديش شفتوا أنتوا في مجموعة شلهوب قديش سكرتوا من محلاتكم؟ قديش خفطتوا من وجودكم؟ مجموعة عامة 750 محل من 750 محل كل سنة منسكر عدد من المحلات منفتح عدد المحلات لتغير بالأسواق سنة ٢٠٢٠ يمكن سنة اللي سكرنا فيها أكثر محلات ويمكن سكرنا ٩٠ محل على ٧٥٠ ولكن نفس الوقت فتحنا ولكن بشكل أقل من السنين الماضية المهم أنه نقوله أنه المحلات التي سكرناها أو سكرت بالعالم كثير من الأوقات هي محلات يمكن ما كان عندها هل ما تجذب كافي لتبين يعني هالي صار بالكوبيد أنه أسرعت خرارات كانت لابد منها يمكن أسرعت شفية أكثر من هالي بلابد منها وأكيد هالي الإي كوميرس هالي انتم كثير عطى تأثير على البريك أند مورتر وخاصة على البريك أند مورتر هالي ما عم يعطي شيء إضافي للزبون يعني اليوم ما قد فيه للزبون إذا ما فيه مميزة حتى يروح ويتسوى ويشوف إشياء جديدة ويكون عندها خدمة قوية ويكون عندها الاتصال مع البيعين أو مع المدر المحلات قوي ما عنده طموح أنه يروح فيه ويعمل هالتجارة بالبيت لذلك أثرت بل اليوم أنا عطول بعتبر أن تكون الديجيتل ويف هالي صارت أو تكون البنديميك جبرتنا أنه نعمل أحسن عملنا ونركز على الأشياء المهمة ونركز على المستهلك وشو المستهلك بريده وشو الفراغ الموجود وكيف يكون حسن خاله يعني السكر أنه منطلع أقوى وللمستهلك مناسبين أكثر في المستقبل لو سكر عدد من المحلات ولو الإي كوميرس ربح في السهل جبرتنا نحسن نفسي خليني أسألك على موضوع الإي كوميرس قديش بالمنطقة عم بتشوفوا من المبيعات بتتم مقابل ما كنتوا عم بتشوفوا بالسابق قديش في نمو بهذا الشيء وهل يترى الإيكو سيستم اللي موجود بساعد على نمو قطاع البيع بالتجزئة عبر طبعا الإنترنت أو الأنلاين مشكور سيبا أكيد الإنترنت بالمنطقة أخرنا حتى نوصل على المستوى اللي موجود بأماركا أو بإنجليترا أو 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 بلصين قبل الفينديميك لالفين سبع سبع ثمانة عشرة بالمية إجمالا وللوكشوري فرودك كان مثل ثلاثة لأربعة بالمية من المبيعات الهدف اللي كان عنا يا أنه نقدر نوصل لعشرين بالمية من المبيعات بالإي كوميرس أكيد محلي صار بالفينديميك ومحل التطور هاللي صار والتحسن هاللي عم بيصير قدرنا نجاوز الأرقام هاللي كنا مفتكرينا ونجبرنا كمان أنه استثمر أكثر بكتير الوسائل وفي كتير إشياء حاليا مش على المستوى هاللي عم نطلبه لأن التطور صار بصار عكير حاليا باعتباري خاصا باللوكشوري فرشن لأن اختصاصنا أكثر باللوكشوري فرشن أنه تقريبا 8-10 بالمية من المبيعات صارت بالإي كوميرس أيام البانديميك كانت يمكن أكثر بس المبيعات الثانية خفضت والهدف أنه نوصل لأكثر من هيك بس الهدف الأكبر هاللي لازم نحن كريتيلر والسوق يفهمه أنه اليوم ما عد فيه هالبرير بين الإي كوميرس وبين بريك أند مورتورس المستهلك أي مستهلك بيستعمل الإي كوميرس وبيروح على المحلات صارت لازم نفهم كيف هالمستهلك عم يتحرك بين الإي كوميرس البريك أند مورتورس وين بيجذب وين بيشتري ونعطيه نفس الطريقة العمل نفس التجارب الموجودة في كتير تحسنات لازم نعملها اليوم بالبريك أند مورتور حتى نعطي هالتجارب الفريدة هالخدمة الفريدة بس في كتير تحسنات لازم نعملها بالإي كوميرس حتى كمان نكون نسلم على الوقت يكون ريليابل نعطي منظر أحلى للبضع والصنعة يمكن بعد عشر سنين يكون خمسين بالمئة خمسين بالمئة ما بفتكر بس يمكن يمكن يكون عشرين ثمانين أو ثمانين عشرين بس مش هيدا المهم المهم أنه نقدر نتوصل على المستهلك ونخدمه بأحسن طريقة وأحسن أسلوب إي كوميرس أو بريك أند مورتورس أنا ضد هالفكرة أنه في حرب بين الاثنين بالعكل في تكامل بين الاثنين في تكامل وعلى نحل ما بيقدر يتصور عم يخسر أسل من السوق ولازم على الطول نتبع المستهلك كيف المستهلك عم يتصور هي مش مسألة حرب هي مسألة فعليا أنه يكون في متفضلت وقلت في هذا التكامل اللي هو عم بنشط أيضا الدورة الاقتصادية أخيرا خلينا أسألك بس على موضوع سلاسل التوريد والأي درجة التعطل اللي عم نشوفه بالشحن الارتفاع بتكاليف الشحن وتعطل سلاسل التوريد عم يأثر على على البزنس عندكم وتحديدا أكيد هو عم نشي الربحية أسر بسرعة هالوسل التغييد لأن مثل ما تفضلت الأسعار طلعت وفي اليوم عجز لأن صار في طلب أكثر من العرض أكيد علينا نقدر نعمل بلاني فيكيشن وناخد ريسك أكتر حتى نقدر نخفف من هال من هالخطر بس في تأثر يعني إذا فينا عطي بكار 10 أو 15 بالمية أو بتأخير بالأسواء أو زيادات بالأسعار عم تقضي عم تأثر علينا بالهالموضوع بس هاي رح ترجع إلى طبيعتها يعني مثل ما رسلنا فترة كان عنا أوبرستوك وبالعكس انخفضت الأسعار اليوم صار على حد ما توصل إلى حد مستوى بس مهم أنه عطول نظرنا متلعين على المدى الأطول على المدى الأطول وناخد استثمارات بس هذا الارتفاع بالتكاليف هل عم تحمله للعميل وبالتالي لما رح ترجع لطبيعتها هذه الأمور رح ترجع مرح ترجع تنخفض الأسعار الحقيقة يعني ما بتأثر يعني نحنا عم نتحمله إذا لازم نتحمل هاي تحمل عم نقدر نعمله نحنا على نفسنا ونشوف أحسن طرق لأن عم نطلع على طول على المدى الطويل كيف بدنا نتوصل إلى المساهلة تحديدنا للأسعار مش تحديد فقط على كل تكلفة من التكاليف هاللي عم تزيد أو هاللي عم تنقص أكتر من أن يكون عنا السعر المناسب للسلعة المناسبة يكون عنا هالمفهوم للسوق ونعطي كمان مرة تجارب فريدة متما جربنا نعمل لما فتحنا المعارض الجديدة هالطول هالمعارض عم نجرب نعملها بتفاهم بسوق وبتفاهم لأحسن نظرية السعر مهم ولكن السعر مش لأي شيء الواحد بيطلع فيه اليوم فيك تعطي أحسن سعر بس إذا الخدمة عاطلة جدا إذا التسليم عاطلة جدا إذا ما فيه هالتخارب بين البياع والمشتري المهم أن نعطي شيء مجمل بس السعر المناسب نفس الوقت تمام مئة بالمئة ما بقدر وافق معك أكتر من هيك الخدمة أهم من أي شيء تاني هذا اللي نحن بنطلبه كمستهلكين شكرا جزيلا لك الهومن تاتش كمان الهومن تاتش كتير مهم اليوم الهومن تاتش اللي نقدر نعطيه ديجيتل أو فيزيكال بس نعطيه الهومن تاتش الفريزي أكيد شكرا لك باتريك شالهوب رئيس تنفيذي البشترك لبناء شالهوب